اشتركوا في القناة انا بشرب حشيش حتى لو انت بنت بتشرب حشيش طبعا انا عمري في حياتي ما هعمم ولكن لو احنا جينا بصينا ودورنا في ناس كتيرة جدا جدا شايفان ان هو مش ادنين فيلا نفرفش شوية واحنا قاعدين بس انت ما بتبقاش عارف ده هيوديك فين الموضوع هيبدأ معك بسجارة بس احنا مش ضامنين ابدا نهايته هتدخل طريق بسجارة وانت ممكن بقى تبدأ الناس بتشرب سجامل وهي عندها 14 و 15 سنة سن المراقبة بيوديك لده صحاب السوق سنك انا عايز اجرب بيوديك تبدأ بسجارة وبعدين ما بنبقاش ضامنين ابدا انت هتوصل تروح لحد فين حتى البنات دلوقتي لأ انا عايز اعمل دماغ انا عايز اتحك شوية طب ما احنا لو جينا دورنا انت هتتحكي دلوقتي بس هو هي تضحك عليكي بعضين لما يتقال دي حشاشة الكلمة صعبة اه بس بتتقال سواء انت بنت او ولد اهلا وسهلا بيكو في حلقة جديدة من برنامج سلامتك الف سلامة انا فاطمة الزهراء هاكون موجودة معاكم النهاردة وحلقة قوية جدا خلينا نكون متفقيني الاول ان الناس اللي بتبطل الحشيش بيتسف عليها لو قالت انا مش عايز اشرب دلوقتي او انا بطلت او انا سيد ريتائب مش قادر بيتسف عليك يا توتو نطلب لك لابن نطلب لك عصير ويبدأ السف من هنا ما بينتهيش فالناس بتبان بقى ان هي لا انا جدع وقوية ومكملة وانا اتمغي زي الفل واشرب 18-20 سجارة في اليوم ومو يحصل ليش اي حاجة النهاردة يكونوا شرفنا في الستوديو لأستاذ احمد صلاح متحدث تحفيزي هيكلمنا ازاي نتعالج ونسق في نفسنا التاني بعد الانتكاسة بتاعت الحشيش ازاي حضرتك يا استاذ احمد اهلا وسهلا ازايك يا استاذ فاطمة طيب احنا اول حاجة عايزين نعرف في الناس ايه هو المتحدث التحفيزي المتحدث التحفيزي هو شخص قريب جدا من لايف كوتش اللي هو مدارب مهارات حياة اللي بيساعد البني ادم ازاي تخطى مشاكله زي تخطى ضغوطه في الشغل في البيت بس المتحدث التحفيزي هو الجانب من الجوانب اني بشوف فين القصور اللي محتاجة تعحفيز محتاجة دافع ببدأ اوجد هالك عشان زي مثلا لو هنتكلم في الكيس بتاعتنا دي ازاي يحفز الشخص انه هو يقلع عن التدخين او ازاي يحفزه ووجد له الدافع وساعده انه هو يقدر يبطل حشيش او انه حتى بتاخد جانب من جوانب التأهيل النفسي للمدمنين او للاشخاص بشكل عام لو هنتكلم على المدمنين فانا بقوم بدور التأهيل النفسي يعني هي المشكلة كلها في البني ادم اللي هو يعني مش هنقول انه هو متعافي لان فيه ناس كتير جدا مش بتعتبر الحشيش ادمان اوكي ولكن هنتكلم طبعا مع حضرتك في النقطة دي عشان دي نقطة مهمة جدا فيه ناس محتاجة فعلا تأهيل نفسي بس هي مش عارفة تروح ليمين لان الموضوع مش محتاج انها تروح مصاحة نفسية مثلا او مصاحة علاج ادمان انا قسف تمام هو مسألة الحشيش لو هنتكلم عليها بشكل خاص يعني متعاطي الحشيش ما بيشوفش انه هو بيعمل حاجة غلط او انه هو زي وزي التدخين بس انا بعمل حاجة زيادة شوية ان انا بشرب سجارة حشيش بس انا مش مدمن عايزة تبسط وادحك ومعي تبقى حلوة انا راجل دماغي ريئة او انا بنت مقطع السمك ودلها ايوه واصلت الموضوع الحشيش يعني بقى يعتبر الحشيش دلوقتي مكمل من مكمليات الرفاهية مش بس الناس بالزبط انا معي العربية وزجارة الحشيش وباروح لشغل الفلاني وبتحرك بقى من ضمن الوجاهة للأسف وده مفهوم خطأ ان هو بيشوف ان الحشيش ده حاجة عادية بس فيه فرق ما بين متعاطي الحشيش ومدمن الحشيش طب هل النقطة بتاعت الادمان بتاعت الحشيش كلمة مدمن حشيش هي فعلا موجودة ولا مش موجودة بما ان الناس كتيرة جدا تقول لك الحشيش ده سجارة يوم وبيعاد لو عايزانا نتكلم فيها بشكل واقعي فعلا هي حالة حالة الادمان بمعنى يعني ايه حالة ادمان حالة الادمان يعني بتبقى حالة اللي بيشرب حشيش لان فيه البعض اللي بيسمعونا دلوقتي شايف ان مدمن يعني تحت عنية اسود وانا مرمي في مساحة وانا لا الحشيش قد يكون اخف من كده شوية بس زي ما هنعرف خلال الحلقة ايه اضرار الحشيش وبيوصل لفين وممكن يتعبنا ازاي لكن لو هنكلم على حد دلوقتي بيشرب حشيش بشكل عادي لو انت بتشربه كل فين وفين كل اسبوع كل قاعدة مع صحابك كل ده انت شخص متعاطي بيجي لك برضو نفس الادرار هتوصل لك فيها لكن لو انت دلوقتي خلاص الحشيش قدامك 24 ساعة بتقوم من النوم مستنيه وقاعد على طول يوميا هو الاولوية الاساسية في حياتك انت لأ انت مدمن حشيش ولازم تحاول تبطله هتلاقي ناس بييجي يقولك انا عايز اعرف انا مدمن حشيش ولا لا فتقولي له طب انت تقدر تبطله يقولك او من جوا انا اقدر ابطله وانا وقفه بس الموضوع مش كلامه بس ماشي بس هم بيبقاش عاوز يعني فيه ناس بتبقى عايزة نقدر نقول تجمع معلومات عن الحالة اللي هي وصلت لها انا دلوقتي باشرب حشيش كل يوم بس برضو انت لو جيت سألتني انا هقولك لا انا اقدر ابطل الحشيش ده بكرة انا مش طعبان انا جسمي مفوش اي مخدرات اعتقادل منه انه هو زي السجير مع انك لو انت جيت بطلت السجير هتتعب جدا تمام وصدع بص يوه اللي هي يقولي انا اقدر ابطل الحشيش دلوقتي وخلاص وانا الموضوع في ايدي انا هقوله يلا بدأ دلوقتي وريني نفسك طب هو ممكن جدا ميقاش عاوز هو بيسأل لو هو مش عايز خلينا متفقين على الحاجة مسألة الادمان بشكل كامل محتاجة امانة جديدة من الطرف التاني يعني لو انا دلوقتي بقى علجك او بأهلك لازم انت تكون عايز انت كده كده ربنا خلق قوي يعني ايه قوي يعني زي ما مأمورك في ايدك مهما جالك متحدث تحفيزي ولا مؤهل نفسي ولا اعظم طبيب نفسي في العالم مهما حاول يقنعك انك تبطل وانت مقتنعتش او انت مش عايز انا مش اقدر اديها لك الارادة دي لا اقدر اديها لك في كابسولة لازم انت من جواك تبقى عايزها عشان كده في الجلسات التحفيزية اللي بعملها للموضوع ده انا بحاول اوجد له ايه الدوافع والحافز اللي يخليه عشانه يبطل ممكن واحد هيخسر بيته ممكن حد ترفض من شغله ممكن حد ايه الجوانب اللي عندك بدأت تقع عشان انت تقدر تقوم وتقدر تبقى دي الدفع بتاعك اللي تخليك تبطل الموضوع طيب انا دلوقتي جاي حد عايز يروح سيشن مثلا مع حضرتك الولد دوت هو بيشرب حشيش كل يوم خلاص بس هو عاوز يسمع حاجة شوية بتتكلم عن النفسية اللي هو عايش فيها عن حالته سواء بقى المادية او الاجتماعية او واتسو افر اوكي وهو محتاج نصيحة ولكن مع اول خروجة مع اول فرح مع اول صهرة هيشرب حشيش تاني انت تقدر تعمله ايه علشان تفرمله حد بطل حشيش صح كده وبعدين بدأ فيه مغريات قدامه او بيحاول يعني مش هنقول بطل هو بيحاول بيحاول يزود الفترات صح يبعد الفترات يبعد الفترات ما بين السجارة والتانية اول حاجة لو هنديله كنصايح ابعد عن اي حد كنت بتشرب مع حشيش وابعد عن اي جانب من الجوانب يقرب لك يعني حتى لو جار صاحبك حتى لو حد قريبك لو حد من بعيد ابعد تماما عن الموضوع ده حتى لو وصل بك الدرجة انك غير المكان اللي انت موجود فيه روح وعد عند خلتك روح وعد عند حد احنا محتاجين اوه محتاجين نحاول كويس جدا نبعد عن قصدقاء سوق لكن معنا نرمين من ضميات قالوا ام سالخير هاي ازاي كان نرمين يتفضل لي اللي صباح يا بكتر انا كنت يعني انا في جوزي بيضغط حشيش وكده بس احنا بقانا ثلاث سنين متجاوزين وما خلفناش هو الموضوع دوت بيقصر خلفة مثلا يعني طيب ماشي مرسيان نرمين طيب ماشي مرسيان نرمين طيب مرسيان نرمين جدا واساة احمد هيرد عليك اتفضل تمام طيب هتكلم على العلاقة بين الحشيش والحالة الجنسية يعني هل القدرة الجنسية تقدر تتأثر بتاعاتي الحشيش؟ والله لو احنا هنتكلم دولاتي على موضوع القدرة الجنسية فانا هقولك ان السجاير بتضعف القدرة الجنسية وبتأثر على ده فما بالك الحشيش الحشيش اكيد طبعا بيأثر وبيأثر كمان على نفسية الشخص يعني انا هتكلم على حالات كانت بتجيلي جلسات هو الحشيش بيخلي الواحد يقعد في العزلة عايز يقعد لوحدي حتى مراته حتى قارب الناس لي حتى اكتر ناس ما كانش بيبعد عنهم هو عايز يبعد ويقعد لوحده فممكن ده يأثر على العلاقة الحمامية طبعا بنسبة كبيرة اما على موضوع الخلفة او لا فاعتقد لازم يرجع على دكتور او لازم دكتور طبعا طيب اوكي لو احنا هنيجي نتكلم دلوقتي على بنت جربت الحشيش مثلا مر واتبسطت جدا انا اقناعك ازاي ان انت ما ينفعش تعملي ده حتى لو انت بتشرب سجاير يعني البنات اللي بتشرب سجاير بالنسبة لها دي ثجارة يعني زيها زي السجارة العدية ولكن هي اتبسطت انا امسكها ازاي بقى لو اشدك ارجعك او من ايه اول حاجة احنا متفقين ان الاساس لازم يكون فيه رغبة حتى لو رغبة ان هي عايزة تسمع الكلام يعني عايزة بس تسمع مننا اول حاجة ايه اللي بتشوفيه حلو فموضوع ان انت بتشرب سجاير او بتشرب حشيش لو هنقول ان الاتنين قريبين من بعض ايه المطعة هل انت شايفة نفسك كويسة جدا وشايفة نفسك شيك شايفة نفسك هيبقى فيه رغبة عليك اكتر من الناس او شايف ان انت هتبقى ستايل لان الموضوع سواء في التدخين او في الحشيش وفي حاجات كتير جدا وبيقى متوقف على الواحد شايف نفسه هنا ازاي يعني مجرد ما انت يعني مثلا انا عايزة اقول لك الحاجة ليه انت مش موظفة في بنك هتقولي لي كفاطمة هتقولي لي عشان انا مش شايفة نفسي انا شايفة نفسي انا مجيعة تمام انت شايف نفسك ايه وده بيجي برضو في السلوكيات لان التدخين والحشيش هو سلوك الادمان هو الاعتياد على سلوك معين كان السلوك ده امار كان حشيش كان خمرة كان اي سلوك انا بحس ان هي فعلا يعني بعيدا عن المخدرات الهروين والكوكايين والحاجات اللي هي ادمان حرفية اللي هي محتاجة مصحة علشان انا اتعافى منها انا بشوف ان هي عادة اكتر منها دماغ هو سلوك يعني ممكن تلاقي شخص مدمن الاكل بيأكل بشراها جدا وبيتعب ده ادمان الناس بتتعود على كده اه العادة دي بقى في سلوك معين ومدر بتتسمى ادمان انا زي مدمنين اللي بيشرب المياه الغزايا زيه زيه اللي بيشرب حشيش وزيه زي مدمن العادي هو سلوك اصلا مع فرق دي بقى بتأثر عليك ازاي ممكن السمنة تأثر عليك بأمنات عضوية لكن المخدرات عشان بتدخل في الدماغ على طول بتأثر خلاص في التاج اللي ربنا مديهولك فبتبدأ تخلي الموضوع عندك في هزيان والوضوع صعب لما انت تشوف نفسك لو شوفت نفسك فيديو وانت شارب خمرة او انت سكران او انت انت هتحزن على نفسك انت كده نزلت من درجة بني ادم لدرجة اقلب كتير مش عايزين نقول ايه هي بس انت وصلت الدرجة صعبة طب ماشي طب هو الناس اللي بتشرب خمرة او بتشرب حشيش او اي حاجة مش ادمان برضه خلينا نكون متفقين لو هم جم من نفسهم قرروا انه هم يبطلوا اللي هم بيشربوه خلاص بيتسف عليهم كتير جدا بيتريع عليهم كتير جدا من صحابهم تمام اول اول مقت ودي تقق فيها مشكلة فضيعة حتى لو هوا جواء ارادة اكي انت ممكن تتراجع يعني بسبب التريعة ما انت غربوا يحب الشtober يتريع عليك وكمان احنا عندنا الموضوع تريعة بشعة اه اه عيل توتو بقى زي ما بيقول تمثل رجولا وتمثل شخصيتك في الطبيعي ان الحال معكوس ان هو يعني لمفروض انت تبصوه بشفقة دي اول حاجة تعني انت حد احنا مجتمعنا مش كده ما حاول تبعد عن الأشخاص اللي هم هتلاقي عندهم حشيش أو هيبدأ يعزم عليك أو هيبدأ يلح عليك بشكل كبير ولو لقيته بيزود الموضوع لا أهدد أنك تسيب القعدة وأنك تقوم ابعد ودي ما لاش علاقة بالرجولة على قد ما هو هيشوفك وعمل يقول أنك ضعيف على قد ما أنت هتكبر في نظره يمكن من جواه اللي بيعزم عليك ده يتمنون يبزيك لأنه هو أوقات بيكون معتاد يعني فيه ناس أنه بيعزم دي دي بالنسبة له عادة أن أنا بيعزم بده وعايز أقول له حاجة برضو اللي هو اللي بيتسف عليه ما تعيش دور البطل كتير يعني ما تفتكرش أن أنا مبطل بقالي شهرين ثلاثة عشان أوقات بياخدوا الحمية كده ويقولك أنا هنزل وقعد ومهما كان قدامي وأوقات بيجوري في الجلسات ويتبهى أنا بقعد في قعدة كلها حشيش وأنا ما بممدش إيدي هيجي يوم واتمد إيدي ليه تحط الكابليت جنب البنزين ليه تروح بنفسك للمعمع ليه تروح لنفسك أنك تبقى عرضة أنك تقع في موضوع زي ده ممكن ما تقعش للمرة دي ولا اللي بعدها ولا اللي بعدها بس أنت ليه فاتح السكة طول ما أنت فتحها في وقت ملاقوات هتكون هي سبب أنت كستك وأنها يتوقعك طيب لو إحنا هنجي نتكلم على الناس اللي هم بيخلوا الحشيش عندهم في البيت لمجرد أنه هو مش عايز كل شوية ينزل يشتري الموضوع صعب جدا جدا أن أنت تقنعه أن ده مش المفيد أنه هيكون في البيت اللي قدامك ده مش المفيد أنه هيكون في البيت هو بيبقى شايف أنه هو أمان بقى ولا حد هيجي يفتش بيته طبعا ولا هينزل يشتري ويتمسك من البوليس ولا أي حاجة من الحاجات دي كلها الفكرة كلها أقنعك إزاي أن الطبق اللي موجود في البيت عندك ده ما ينفعش يكون موجود هنا ابنك ممكن يميدي إيدو فيه مثلا مبدعيا ممكن يفتكروا شوكولاتة ويأكلوا ويموت دي نقطة دي كيس حصلت ما كانتش في مصر بس اسمعتها في واحدة من الدول الخليج الولد صغير ودخل افتكر أن الحشيش ده لا على فكرة وجدت الموضوع ده في مسلسل قريب في رمضان اللي فات كان فيه برضو نفس الكيس دي أخته ماتت بسبب الموضوع ده مش فاكر إيه هو المسلسل بس كان بيتكلم على النقطة دي لأنها فعلا حصلت أنت خد بالك من حاجة أول سؤال عايز أقوله لك وإنت قاعد وحطه في البيت وبتشرب وقاعد أكيد أكيد أنت مش مبسوط أكيد أكيد بعد ما أنت شايف الأكيد دي مين يحددها؟ الأكيد دي أن هو من جواه عارف أنه بيعمل حاجة غلط لأنه جاي بحاجة قدامه خايف يتمسك ماشي بس هو مبسوط هو مبسوط بس هو عارف أن اللي هو بيعمله ده محرم وغلط محرم من الحكومة طب بيعمله ليه؟ هو مداري وهو قاعد وعمال يجيبه وما يقدرش يعمله قدام أي حد هليه قدر ينزل في الشارع ويرفاتح الموضوع ده ويبدأ يعمله في ناس برضو علشان يعني عشان يكون متفقين في ناس عندها البجاحة بتوصل أنه هم يكون موجود في البيت ويتقال ما تخشيش قطي شايف بقى الناس دول؟ لأهله لمراته لأولاده ما تحدش يخش قطي ما حدش يفتاح الدولاب الأشخاص دول بقى حضرتك ما يقدرش اقناعهم بالكلام ده لازم تجي له صدمة تحصل له مشكلة الدنيا تتهد قدامه مهما أنا عادت معايا طالما هو وصل للدرجة دي هو مش هيبدأ يتقبل مني كلام بالعكس ده هو هيبدأ ودخلت في نقاشات كتير مع ناس قال لي لا مين قالك إن الحشيش حرام؟ الحشيش مفتر ويقول لي يعني إيه مفتر؟ قال لي يعني درجة الذهبان العقل فيه قاعد يفتي ويتكلم هتخشي معايا في كلامه هو مقتنع بحاجة مش هيتقبل الكلام وفي الآخر لو بدأت يتزنقيه هيقولك ملكش دعم لكن الشخص اللي أنا أبدأ أقنعه وأبدأ أتكلم معاه اللي أبدأ يفتح لي مجال ما كلموش في مشكلة الحشيش تكلمه في المشاكل اللي أدى لها الحشيش حالته المادية علاقته الزوجية مع مراته علاقته بولاده حتى لو هو كذب كل الكذب يعني فيه ناس ممكن تكذب البوينتس أو النقط اللي ممكن تكون وصلتها أنها تشرب حشيش التقدم منها أنا مشرب حشيش عشان أنا عايز أكون مبسوط عشان أنا عايز عايش الحالة دي حتى لو هو كذبها ممكن في يوم الأيام كلامي دا يرن في دماغه ممكن يبدأ يفتكره ممكن بعد ما نمشي حتى لو هو تظهر أن المعضم أفرقش معاه هيبدأ يعيده مع نفسه لأنه هقوله على وقائع موجودة لو هو فتح لي المجال الموضوع اختراق الأشخاص دول بيبقى صعب جدا أن يكون هو حد مدمن للحشيش ويبقوا شايف نفسه صح ومش هيشوف نفسه غلط فما بيتقبلش كلامك لأ لازم تحصلوا مؤثرات خارجية زي فيه أشخاص بنسمعهم لما لأ أن بيته هيتهد وولده هيتشرده ودني بدأ يفوق لنفسه بدأ يشوف أن دي في الآخر سجارة أنا عادي أنا أرميها اترام أن حياتي هتتبهدل أو أن حد هترفض من شغله لو هو كان فعلا عنده الوضع ده وعنده أن أنا عايز أحافظ على حياتي يعني فيه ناس لازم يحصل لها صدمة في حياتها لشان تتحرك اللي هو الموضوع بالنسبة له هو متأكد منه تماما ومقتنع به وشايف أنه ما بيعملش حاجة غلطة طيب هنرجع نكمل النقطة دي بس فيه معنا محمد من البحر الأحمر ألوذ من سائل خير مرحبا لك إزاي حدك يا أستاذ محمد اتفضل أستاذ أحمد معيك لو عندك أي سؤال أستاذ سأل الدكتور كان سؤال أستاذ أحمد معيك اتفضل هو سامح حضرتك اتفضل يا فاندم سلام عليكم سلام ورحمة الله اتفضل يا محمد أستاذي يا دكتور أنا معي أخوي مضمنت رمضون بحاول يبطل في البيت بأعراض الانسحاب شديدة تمام فحاول السوق شارعه عليه يعني أنه يشرب حشيشة عشان يعدي المرحلة أعراض الانسحاب والكلام ده طيب وهو فعلا موجود عندك وأعراض الانسحاب دي بقالها قدي يعني هو بيحاول يبطل ترمضون بقاله قدي نعم بيحاول يبطل ترمضون بقاله قدي يعني أعراض الانسحاب اللي عنده دي بقالها قدي يعني حوالها أسبوع يعني كان أول أسبوع شديد عليه شوية تمام بس عايزة أقول لك فأصحاب السوق يعني شاروا عليه أنه يشرب حاشيش فمسكتوا فبقول لي يعني ده حاجة وحشة وده أوحش مني وارضو تمام بص يا محمد مش عاره هو رافض أن ندخل يعني مصحة يروح مصحة وشايف أن الموضوع صعب والله يبص يا محمد طيب إحنا هنرد عليك يا محمد خليك معينا عايزة أقول لك يا محمد ما ينفعش تعاليك غلط بغلط أكبر منه ما ينفعش بالحاجة اللي بتبدأ تأدي يعني استحالة خلاص أنا كده كده أعراض الانسحاب دي همر بيها هو خب بالك مفيش دكتور في الموضوع أنا فهم هو الموضوع الجهد الشخصي فأصحاب السوق بقى هم اللي بيحطوا الطاتش بتاعهم اشرب حاشيش هي أول حاجة طالما هو عنده الرغبة أنه هو فعلا يتخلص من ده ابعد عنه أصحاب السوق تماما لازم هو يبقى مقتنع بده يعني مش عارف إزاي هم اللي بينصحوه في أنه هو يبطل الموضوع صعب شوية تاني حاجة لا في حاشيش ولا أي ترامدول وأعراض الانسحاب دي الناس بتفتكر أنها أصعب حاجة لا هي دي تعتبر المرحلة الهينة الأصعب بعد كده إزاي يعدي السلوكه بعده لأنه ممكن يعدي عليه أعراض الانسحاب دي تعد شهر شهرين مع أنها بتبقى أقل من كده ويبطلها بأدوية بسيطة ودلوقتي العلم توصل أن فيه أدوية خليه ما يشعرش بألم تمام في أعراض الانسحاب بتاعت الإدمان بتاعت الإدمان الزوائل ترامدول الكيميا أو الموضوع بتاع البودرة والحاجات بالضبط فأعراض الانسحاب بتعدي عنه هو المشكلة فإنه ممكن بعد ما تعدي أعراض الانسحاب يرجع تاني للي هو كان فيه لأن السلوكه ما تعديش اللي هو الانتكاس اللي أحنا منتكلم عنه بالضبط كده اللي هو ما قدرش أنه يغير حياته أو يطلع طالما أنه وصل لنسبة كبيرة يا محمد حاول أنه يروح مصحة أو شوف خليه يتواصل مع مؤهل نفسي أو شخص يقدر يبقى معايا حتى يجيله بيت يعني مش لازم لهو مش عايز يتحرك من البيت يروح مصحة أو يروح أو يتواصل معايا عايز أقولك على حاجة فيه أشخاص مش موجودين في القاهرة عاملين معايا شبه اشتراك شهري بيبدأ يتعامل معايا على الواتسعب يعني بيبدأ يبعتلي يوميا أنا حاسس بكذا أنا بفكر أعمل كذا وبيبقى فيه استجابة بسيطة طالما أنه عنده الرغبة عن أصدقاء السوق والحشيش طبعا مش هو الحل الحل أنه هو يبطل خالص تماما وإذا قدرت تقنعه بالمصحة يبقى حاجة كويسة جدا هي الفكرة كلها أنه هو ممكن يطلع من موضوع الترامدول يدخل في موضوع الحشيش ونبدأ نعيد القارة من الأول المشكلة في حاجة أنه بعد ما لو واحد بيبطل وبينتكس بيرجع أول حاجة بيبدأ من النقطة اللي هو وصل لها ويف عن ده ما بيرجعش بقى لده النقطة في حاجة اللي هو لما بيرجع هو مبطل بقى له فترة فرجع ياخد الجرعة اللي هو ما تعود على هالي كان بيخدها قبل كده يعني هو مش بيبدأ يجرب من الأول ما مش بيبدأ بجرعة صغيرة أنا خلاص أنا عارف موضوع ودول للأسف اللي بيتوفوا أوفردوز جرعة زيادة هل في وفاة أوفردوز من الحشيش؟ من الحشيش لحد دراتي ما أعرفش لا ما أظنش لأن الحشيش مهما كان تأثيره لو هنتكلم على أضرار الحشيش الحشيش أضراره هي اللي بتوصلك للحاجات المخدرات الأكبر من كده أنت دلوقتي بتأخد سجار بعد كده بدأوا سجارتين بدأوا ثلاثة أربعة بعدين بتقول الدماغ دي مش منكفياني فابدأ أخد حباية كمان معها عشان تعالي دماغي أكتر طبعا بعدين فنفتح الباب كده خلاص فتلاقي الدييلر اللي جاي لك بقى بيقولك خد الحباية دي أجمد أنت مش عارف أنت بتأخد إيه المشكلة من الدييلر ده ما دقهاش هي المشكلة أن الدييلر أصلا أصلا ما بيخدش مخدرات ولو جيت سألته يقولك لأ أنا لو ما فقتش مش عارف أشتغل طبعا فيه شوية أمور كده منطقية بس أوقات عشان برضو لا عايزين نقول أن اللي بيخدوه بيطاعاتوا أن هم ملايكة وأن هم ضحية لأ أنت مش القصة أنك ضحية بس فيه ضغوط وكلنا بالمهر ضغوط بس أنت اخترت المهر بالغلط طيب لو إحنا دلوقتي في ختم الفقرة إحنا محتاجين من حضرتك ممكن نقول نصايح بسيطة الناس تخرج من الموضوع بتاع الحشيش اللي بقى منتشر بطريقة مرعبة حد كان بيطاعط وخايف ينتكس لو حد بيطاعط وخايف ينتكس خد بالك من شوية حاجات أول نصيحة خد بالك من علاقتك ما تبعدش عن أهلك وتخش في العزلة تاني ويبقى ليك حياتك السرية كده أنت هترجع تاني حتى لو كانت حياتك السرية دي متعملش لسه فيها حاجة هيجي مع الوقت وانت قفل قطك على نفسك هتولع سجارة حشيش هتبدأ تطعط حاجة لا خليك دايما مع أهلك دي أول نقطة تاني حاجة اشترك في أنشطة اجتماعية كتير حاول أنك دايما تكون مع ناس يدوك طاقة إيجابية تنزل تطوع في حاجة معينة دايما يكون عندك نشاط اجتماعي تنزل تلعب كورة حاول تدخل في ده بشكل كبير النقطة التانية حاول تحافظ على روحانياتك وعلى التأمل يعني إيه التأمل عشان بيبقاش كلام كبير كده عادة حتى في برامج الإدمان بيعلموه يتأمل بشكل يومي في حياته اليومية أنا حياتي كانت فين وراحل فين أنا بعمل إيه وخلي دايما أولى أولوياتك أنك تتعافى وأنك تخف طيب ده أنا متشكرة جدا الحريك يا دكتور هو مش دكتور والستاذ أحمد صلاح مش دكتور عشان في ناس كثير كانت متصل على أساس أنه دكتور ولكن هو متحدث تحفيزي بيحاول يساعد الناس بالتأهيل النفسي للناس اللي هي كانت عندها المشكلة بتاعت الإدمان الموجودة أو حتى مشكلة سجير أو حشيش أو أي حاجة أنت عايز تبطلها فهو بيساعد بالتأهيل النفسي متشكرة حليكت موجود معنا النهاردة وياريت ياريت ياريت ناخد بالنا من صحتنا ما تخليش ما تخليش أي حاجة تقدر تأثر على حياتك يوم واحد عشان أكيد عندك شغلك عندك أولادك عندك أهلك أكيد الناس دي كلهم في احتياج شديد جدا ليك ولكن أنت مش حاسس كنت موصولة أنا كنت موجودة معكم في الفقرة دي وعندنا الفقرة اللي جاية فقرة مهمة جدا عن كافية اختيار شريك الحياة استنونا